أعلنت وزارة الصحة إطلاق 72 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال النصف الثاني من نوفمبر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأوضحت الصحة أن القوافلة الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وأشارت إلى أن القوافلة تضم كافة التخصصات الطبية من الباطن والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والقلب والجلدية والنساء والولادة وخدمة تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية وبالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة